أكد دكتور يونس أبو أيوب المستشار السياسي للمستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن أكد أهمية دور المؤسسة العسكرية والأمنية في إنجاز أي اتفاق سياسي وما يترتب عليها من مهام عظيمة في حفظ الأمن والاستقرار والتعاطي بشكل نجابي وجاد مع أي اتفاقيات يتوصل إليها أطراف العمل السياسي ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم برئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن حسين خيرا اللقاء تطرق إلى السبول الكفلة لمعالجة الاختلالات الأمنية وإنها حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه اليمن ومتطلبات تعزيز دور الجيش والأمن لترسيخ دعائم الأمن والسلم الاجتماعي رئيس هيئة الأركان كده من جانبه قدر القوات المسلحة والأمن على حسم المعركة مع الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار معبرا عن شكره للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن لحل حالة الأزمات التي عانت وتعاني منها اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر